أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبيين عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديه ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه من جهنم أولئك شروا مكانه وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب واجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم كدميرا وقاموا حلا ما كذبوا رسولا غرقناهم واجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وسمودوا أصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتذيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مقر السوية فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا وأوكئي يتخذونك إلا هزوان أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليبلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضلوا سبيلا وهو الذي أرسل بياح بشرا بين يلي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنخي به بلدة ميتا ونسطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرجى البحرين هذا عن بنفرات وهذا ملح الأجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبه وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرضى ما بينهما في ستة أيام ثم سوا على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيلهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن وأسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عينه وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكونوا رزاما بسم الله الرحمن الرحيم حاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باتعوا نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن لزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذن دى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فبعونا لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينقلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبون فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبى بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيات العون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أن ربك فينا وليده ولا يستفينا من عملك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لنجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأأت به إن كنت من الصادقين فألقع عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزعذه فإذا هي رضاء للناظرين قال للملاء حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخذكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أوجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوث بكل سحار عليم فجمع السحرة الملقات يوم المعلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قال لهم مساء ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وأصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أعصاه فإذا هي تلقى ما يأفكون فألقى السحرة الساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مطالبون إنا نطمع أي عفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبابي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرثة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حابرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورفناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرد عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزدفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نباء إدراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبدوا أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعون لكم إذ دعون أو ينفعون لكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا ملد فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع وإيغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبلي حكم وألحبني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لنوافة جنة النعيم واغفر لأبي إنهم كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين ورزة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يحكص المونة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أننا لما كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كانت رهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ورحيم كذبت قوم نوح الموسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا وأنه ابن لك واتبعك الأرضلون قالوا وما أني بما كانوا يعملون لإن حسابهم إلا على ربيه وتشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا لفيهم مبين قالوا لإن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتحبيني وبينهم فتحه ونجني وممعي من المؤمنين فأنجيناه وممعه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ورحيم كذبت عادل الموسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين فتبنون بكل ريئن آية تعبثون وتتخذون مصالح على علكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبابين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا لذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنة وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعث أمدكم من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن المعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ورحيم كذبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتتكون فيما هنا آمنين في جنة وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحكون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت في بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شربوا ولكم شربوا يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ورحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يلوك لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأوقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزدين إن في ذلك الآية هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ورحيم وإن ربك لهو العزيز ورحيم وإنه لتنزيل رب العالمين ما زل بها روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرون عذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن موبرون فبعذابنا يستعجلون أبرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السمعي لمعزولون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنجل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصلك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمواترهم كاذبون واشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي مطلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون صلاة ويؤتون الزكاة وهو بالآخرتهم يوقلون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى بأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفضلون فلما جاءها نود يا أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مجبرا ولم يعتب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا نظر ما ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل لك في جيبك تخجر يضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبسرة قالوا هذا سحر مبين وجعلوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلم وعلوا فنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادنا لقالتنا ملتي يا أيها النام ندخلوا مساكنكم لا يحذبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرد هدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئت كمن سبأ بنبئي يقيم إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرجوا الخباف السماوات والأرض ويعلموا ما تحفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقة أن كنت من الكاذبين اذهب لكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وأتوني في أمري ما كنت قاضعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فنظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناغرت بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالات بدون البمار فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرقون أرجع إليهم فلا أتينه بجنود الله قبله بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صارعون قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال أفريتم من الجن أن أأتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أميم قال الذي أنته ألم من الكتاب أن أأتيك به قبل أن يأتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر وأم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عوشانوا أتهتدي أن تكونوا من الذين لا يهددون فلما جاءت إلى هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا لإمن قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت لهم قوم كافرين قيل لها دخل الصرحة فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صلح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأستمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يعبد الله فإذا هم فريقا يختصمون قال يا قومين بستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكار من معك قال قائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعد رصي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن الوليه ثم لنقولن الوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عافلة مكرم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجينام وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مقرا فساء مقر المنزلين وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم